مساكم الله بالخير قلنا أمس أن نقدر نتفوق على الغرب وهم يقنعون بالتسويق أنهم يفوقوننا بكل شيء وأنهم سوبر بشر وسوبر دول وما ينهزمون وقدرنا على الأقل نهزمهم بشيء واحد واضح ما يختلف عليه اثنين إذن ليش ما نقدر ليش هم متفوقين علينا أظن أن في سببين سببين نحن كشعوب ما ننذم فيهم السبب الأول أن اللي هاجم مو مثل اللي يدافع يعني أنت قاعد عندنا اثنين واحد مثلا يرمي الآخر بصخر حجر اللي يرمي أكيد مرتاح أكثر من اللي قاعد يتلقى الحجر أو الصخر هذا أو الحصر فهذا ما يقدر يقعد عراحته ولا يقدر ينام ولا يقدر يرتاح لأنه كل وقت متوقع أو متألم أو وهذا قاعد متماطق برأسه حذف هذا شو يعني هالمثال هالمثال أن هذه الدول اللي جيوشها العبت في المنطقة عسكريا وحكوماتها العبت في منطقتنا سياسيا لعشرات السنين نزلوا مطار مثلا روما أول ما تنزل مطار اسمه مطار ليناردو دافنشي ليناردو دافنشي فنان معروف تاريخي قديم بيعت له أغلى اللوحات في العالم أغلى لوحة في العالم اللي مباعد قبل سنتين يمكن ب450 مليون أظن لوحة ليناردو دافنشي أو منسوب ولا أشهر لوحة في العالم اللي هي موناليزا راسمها ليناردو دافنشي وهو نحات أيضا له العديد من التماثيل مسمين المطار باسم ليناردو دافنشي فنان لأنه يهتمون بالفن يهتمون بالفن والمظاهر الجمالية لأنه ما عندهم شيء يخافون منه شبعانين آمنين غذائيا آمنين عسكريا وأمنيا فيفكرون بالنحة والرسومات واللوحات وما إلا ذلك مرت مرحلة نعم من عدم الاستقرار الحرب العالمية وراحت وردوا مرة ثانية عاشوا واضحهم الطبيعي تنزل روما تلقى روما بمثابة متحف كبير وين ما تمشي مباني جميلة لم تمس مئات السنين نافورة تريفي الشهيرة أيضا عمرها يمكن مئات السنين ومنحوتها اللي ناحيتها يمكن قاعدوا سنين ينحتون فيها ينحتون تماثيل اللي فيها اطلع من مطار روما انزل مطار مثلا القاهرة مطار القاهرة يكفي من اسمه القاهرة قاهرة المعز لدين الله الفاطمي قهر فيها خصومة ولا أعداء وتنزل تلقى كبري اكتوبر بذكرى حرب اكتوبر شارع أحمد عبد العزيز البطل أحمد عبد العزيز أحد أبطال الجيش المصري شارع طلعت حرب شارع تلقى أسماء يعني تدل على الوضع وتدل على التاريخ لهذه الدولة اطلع منها انزل أيضا في دولة ثانية عربية لبنان أول ما تنزل اسم المطار شوف اللي نرد دفنشي هناك هني اسم المطار الشهيد رفيغ الحريري مات بتفجير تفجير موكبة تطلع من المطار تلقى المدينة القديمة بالكامل ممسوحة ومبنية اللي هي وسط بيروت منطرة السولودير وحولها وساحة النجمة وهذه هذه كانت وسط بيروت ممسوحة بالكامل بسبب الحرب ومبنية من جديد مباني كلها حديثة تطلع منها شوي على أطراف بيروت تلقى أثار الحرب لا تزال باقية وعماير مدمرها من فوق لي تحت يعني هذه الدول قعدت عشرات سنين دولنا بعدم استقرار وبمشاكل فهذي الأمن ما حصلوه ولقمة العيش احنا عندنا في دول خليج في فترة من فترات كانت بالحسرة الناس ماتوا جوع وناس ماتوا بالأمراض والأوبئة وناس قعدوا أيام عايشين على جراد مطحون وناس كلوا لحم الجيف وناس يعني من شدة الجوع والقحط اللي مرت عليه المنطقة فلما مثلنا احنا الحين اليوم في كورونا اليوم صار أكبر همنا أنك تعيش حياتك طبيعية أنك تروح مثلا المول أنك تقعد في عزيمة بينك وبين ربعك دوانية تزور أهلك تتمشي على راحتك بكل وقت صارت أشياء بسيطة هي أقصى طموحاتنا أشياء بسيطة لأنه عندنا ضرف معادي فالضرف اللي مر على منطقتنا معادي جوع عدم أمن حروب حول منطقتنا إلى اليوم سوريا العراق اليمن إيران إلى اليوم المنطقة تعيش عدم استقرار بينما هم آخر حرب مرت عليهم يمكن بالأربعينات أو قبل يمكن متى هالكلام يعني قبل سبعين ثمانين سنة آخر حرب مرت عليهم وكانت الحرب منهم بعد مو من غيرهم يعني هم مملكوا القرار الأوروبيين والغرب مملكوا قرار دخول الحرب ومملكوا قرار التوقف عن الحرب ووقفوا إحنا تم جرنا الحروب ما لنا ذنب فيها وتم الاعتداء علينا بدون ما نعتدي على أحد وبدون ما نطلب وبدون فوضنا مختلف عن وضعهم مثل ما قلنا إذا صار وضع غير عادي تصير سخف طموحاتك أقل فإحنا نتمنى لما الأوروبي يعيش يرسم على بيته تتروح مثلا بباريا جنوب ألمانيا تلقى بيوتهم كلها مرسمين عليها ورود وأشجار تقول هذا يحنا يا الله تلقى بيت تستظل فيه في دولنا العربية حتى المظهر الجمالي يعني مو مهم المهم تلقى بيت هناك لأ البيت موجود الماء موجود الزرع موجود الأمن موجود فيبدأ يفكر بالفن والنحت والنقش والرسم والأشياء الكمالية لأنه آمن هذا اللي ما حصلنا عليه الأمر السبب الثاني اللي ما خلنا نصير مثلهم ولا راح نصير مثلهم فيه هو موضوع الصناعة موضوع الصناعة إحنا تاريخيا بلد أو منطقة تبادل تجاري منطقة التقاء حضارات والتقاء تجاري فإحنا نصلح موانئ وإعادة تصدير إحنا ملتقى القارات ما نقدر نصير مصانع لأنه ما عندنا موارد إحنا صحراء رمل وماء فقط فأسلافنا من قرون استغلوا هذا الوضع وخلوها موانئ للتبادل التجاري كل الدول هذه عبارة عن موانئ حتى الرسول عليه الصلاة والسلام كان تاجر لأنه طبعا مكة لها خصوصية بلد الله الحرام فكانت أيضا ناس تحج فيها وتستخدم أو تستغل سفرها إلى مكة للتجارة فبالتالي التجارة كانت موجودة من آلاف السنين فالتجارة موجودة في هذه المنطقة من آلاف السنين ولا يصلح في هذه المنطقة شيء غير تجارة إذا قررنا نكون دول صناعية كما يحاول بعض أن يحبطنا ويقول إحنا ما نصنع وما نصنع إحنا ما نقدر نصنع إحنا إذا حاولنا نكون دول صناعية ونصنع عندنا مثال لدولة حاولت تغير مشيتها وتقلد مشيت الحمامة فضيعت مشيتها ومشيت الحمامة من الدولة؟ تركيا تركيا حاولت تكون دولة صناعية واقترضت قروض الدولة وغرقت بنوك أسبانيا وبنوك أوروبا بالديون اللي عجزت عن سدادها لأنها حاولت تكون دولة صناعية وما قدرت صار الوارد من الأموال والموارد أعلى من الصادر يعني إذا تستورد مواد أولية أنت ما عندك مواد أولية إذا تستورد مواد أولية لازم تبيع أغلى فالسوق ما يستحمل أنك تبيع أغلى السوق ما يستحمل أنك تبيع أغلى السوق العالمي وفي دول تبيع أرخص منك فبالتالي أنت ما رح تقدر تبيع ولا تقدر تستورد الكميات هذه وتكون اقتصاد صناعي عشان تعطي شعبك شعبك 70-80-90 مليون بالنسبة للرقم اللي أنت تبتوصله ولا شي حتى تكون دولة صناعية 89 مليون وما يكفيك المهم الشاهد من الكلام هذي لشون صاروا عندهم موارد طبيعية وعندهم موارد خارجية من مناطق ودول هم مستعمرينها إلى اليوم دول أوروبا العديد من دول أوروبية تستعمر الكثير من مناطق العالم بالذات أفريقيا أغنى أرض في الدنيا وأغنى القارات اللي هي أفريقيا فهم مستعمرينها ويأخذون من خيراتها ودون دولهم ويصنعون وهكذا فإحنا ما نقدر نكون مثلهم والصناعة ليست كل شي نقدر نكون تجارية وتبادل تجاري ما صرنا تجارية وتبادل تجاري بسبب عدم الاستقرار بسبب عدم الاستقرار اللي هم الغرب لما شعروا فيه بكورونا قاموا يبوقون بينهم بين بعض هذا يأخذ شحنة هذا وهذا يأخذ كمامات هذا وهذا يأخذ أجهزة تنفس ألمانيا تبوقها إيطاليا ومالت إيطاليا تبوقها اليونان وأسبانيا وصار خامط صارت سالفة وطلعت أيضا إسرائيل هذه اللي تحاول تصور الكان الصهيوني اللي حاول تصور نفسه أن دولة ومثل ما قلت لكم إحنا هذه لا تصلح لأن تكون دولة ولا يصلح أن نطبع معاها اليوم نشر فلم لمسؤول كبير في الاستخبارات يقول لنا نعم نحن نسرق لنغطي احتياجات الدولة من الكمامات والمواد الضرورية لمواجهة كورونا فهذه لما أصابهم القليل من عدم استقرار أطلعت النزعة الطبيعية اللي فيهم اللي كان يصوروا لنا أنهما راقيين أنهما أنه إحنا والأوروبيين والعاسيوين همج وهموا الراقين اليوم بيّن منه الراقي ومنه الهمجي هذا هذه الصورة اللي كانوا موصينها لنا أنهما همجيين وأنهما الراقين اليوم بيّنت حقيقتها السبب التقدم اللي هم قاعد عيشونا مثل ما قلنا الرخاء ما عندهم شي أي حاتونا المال موجود الماء موجود الزرع موجود الحرب ناقلينها عندنا المعركة عندنا فبالتالي هم آمنين الأمن موجود فأكيد يتطورون وأكيد يصبحون أو يصلون إلى ما هم فيه الآن وطبعا زار عينا ناس بالقوة الناعمة راح تكلم عنها إن شاء الله بعدين يقنعون أن هذي الأفضل منه بكل شي أنه سبب اللي هم فيه هي الديمقراطية وأن الحرية مش عارف إيش يالله أنت يعني على أساس أنه هو إذا أعطينا حرية وخلنا ينتخب وديمقراطية بيصنع لنا طيارة ولا صاروخ ولا هذا ما لا علاقة بهذا أبدا المهم اللي مثل ما قلت لكم أأكد على الفكرة مرة ثانية سببين سبب الأول الاستقرار والوفرة المالية أو الوفرة المعيشية وفرة سبو الحياة المعيشية الماء والزرع والأمن والسبب الثاني مثل ما قلنا أننا ما نقدر نصل مثلهم نكون دول صناعية لأنه ما عندنا موارد لازمة للصناعة ويحتاج هذا الأمر أن نحن نتوسع ونحتل دول أخرى ونظلم آخرين حتى نصبح مثلهم